بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة نعرض لكم من خلالها موضوع من موضوعات فنون البلاغة المقررة في منهاج الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الثالثة سنتحدث اليوم بإذن الله عن فن الشعري لنبين لك عزيزي الطالب مادته وإمكاناته ومشاهداته كل ذلك سيكون بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة كنا قد بينا قبل الفاصل بأننا سنتكلم اليوم عن موضوع الشعر وفن الشعر عزيزي الطالب من أعرقي الفنون وأقدمها وهي أيضا من الوسائل التي استخدمها الإنسان للتعبير عن تجاربه وتجارب الآخرين وكل ما يجول في خاطره من مشاعر وأحاسيس لنتابع معنا عزيزي الطالب الشرائح التالية استطاع الإنسان في سعيه المستمر التوصل إلى تنويع الوسائط التي يستخدمها في التعبير الفني بأكثر من وسيلة فعرف التعبير بالإيقاع والنغم في الموسيقى والغناء والتعبير بالخط واللون في الرسم والتصوير والتعبير أيضا عزيزي الطالب بالتجسيد في النحط والتشكيل وقد كان التعبير بالكلمة الشاعرة دائما ولا يزال من أعرق هذه الوسائل وأقدمها حضورا في تاريخ الإنسان اللغة عزيزي الطالب هي مادة الشعر التي يستمد من طاقاتها وإمكاناتها وجمالياتها جوهر وجوده وسر الإبداع فيه وضح ذلك نحن اتفقنا بأن للشعر خصوصية تكمن بأن اللغة هي أساس تشكيله فنقول للغة في تشكيل الشعر خصوصية ليست لغيره من فنون النثر فهو يتحقق بقدرة الشاعر على استثمار الفاظ اللغة وطاقاتها التعبيرية لإنتاج تشكيل لغوي جميل يحقق المتعة والتأثير فالتشكيل اللغوي إذن عزيزي الطالب هو مفتاح السر في تذوق فن الشعر لدينا هنا سؤال يقول يعد الشعر فن بالغ الصعوبة للشاعر المبدعي فبما تعلل ذلك؟ لماذا يعتبر فن الشعر من الصعوبات التي يواجهها الشاعر المبدع؟ لسببين عزيزي الطالب السبب الأول هو أن مادة التشكيل الإبداعي في الشعر هي اللغة كما اتفقنا وهذه اللغة ليست ملكا خالصا للشاعر خلاف الرسام والنحات وغيره والسبب الآخر الذي يجعل من فن الشعر صعبا لدى الشاعر المبدع أن اللغة تبتذل بالاستعمال وتستهلك طاقاتها مواقف الحياة اليومية من هنا تبدو المهمة الصعبة للشاعر في إخضاع هذه اللغة ذات الملكية العامة والمستهلكة والمبتذلة لملكيته الخاصة وجعلها قادرة على حمل تجربته المتفردة وهذا يمثل سر الصعوبة إذن سر صعوبة فن الشعر لدى الشاعر هو أن اللغة التي يتعامل بها لا يمكن أن تكون ذات ملكية خاصة له وإنما هي بملكية عامة للجميع الشعر ملتقى كل الفنون وضح ذلك عزيزي الطالب نقول بأن الشاعر الحق بطريقته ووسائله التعبيرية الخاصة رسام ومصور وموسيقي فهو يستجيب لكل فن ويستثمر كل الوسائل الفنية المتاحة فيضفي عليها سمته وبصمته وينفخ فيها من روحه ليجعل من القصيدة مجمعا لكل الفنون ومصدرا للمتعة وتذوق الجمال الشعر رسم وتصوير بالكلمة بين ذلك الشاعر قادر على أن يقدم لنا روائع الصور على اختلاف أنواعها عن طريق التشبيه والاستعارة والكناية والمحسنات البديعية أيضا لينقله إلى المتلقي بالكلمات ألوانا من مشاهد حافلة بالتفصيلات الدقيقة المعجبة من تلك المشاهد عزيزي الطالب المشهد السكوني والمشهد الحركي والمشهد السينمائي إذن لدينا ثلاثة مشاهد عزيزي الطالب هي المشهد السكوني والمشهد الحركي والمشهد السينمائي ولنا مثال على كل نوع من هذه الأنواع أولا المشهد السكوني كقول البحتري في وصف بركة المتوكل إذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها فنلاحظ بأن الألفاظ كلها تدل على السكون وعلى الهدوء فقوله أو اختياره لفظة النجوم والليل إذا المشهد يدل على السكون فيندرج تحت المشهد السكوني والمشهد الثاني كما اتفقنا عزيزي الطالب هو المشهد الحركي كقول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجل مود صخر حطه السيل من علي طبعا الملاحظة واضحة بأن هذا البيت فيه من الحركة الكثير من الإقبال والإدبار والكر والفر أما المشهد السينمائي مثاله قول أحمد شوقي في موقعة فرسال وفرسال إذ باتوا وبتنا أعاديا على السهل لدًا يرقبون ونرقبوا كأن أسود رابضات كأنهم قطيع بأقصى السهل حيران مذئبوا كأن صهيل الخيل ناع مبشر تراهن فيها ضحكا وهي نحب كأن وجوه الخيل غرًا وسيمة دراري ليل طلع فيه ثقب كأن أنوف الخيل حر من الوغاء مجامر في الظلماء تهدى وتلهب نلحظ عزيزي الطالب بأن هذه الأبيات في القصيدة تمضي لترصد الحرب في التوابط الجيوش والتحامها وضجيج السلاح ومصارع الجنود على نحو ينافس في دقة التصوير وحيويته ما تقدمه لنا أفلام الحركة على شاشات السينما إذن هذا هو المشهد الثالث لدينا هنا معلومة جديدة عزيزي الطالب ينطوي الشعر العربي على إمكانات موسيقية متنوعة وهذا ما قلناه في بداية القصيدة أو في بداية شرح هذه الحلقة بأن لفن الشعر إمكانات معينة هي إمكانات موسيقية ومتنوعة مما تتشكل هذه الموسيقى أو مما تتشكل موسيقى الشعر تتشكل عزيزي الطالب الموسيقى في الشعر من الكلمات ولها صور وأشكال كثيرة لا يمكن حصرها لأنها مجال لتفاوت المواهب بين الشعراء أما أنواع هذه الموسيقى فهي الموسيقى الظاهرة والموسيقى الخفية الموسيقى الظاهرة عزيزي الطالب تنقسم إلى قسمين موسيقى ظاهرة شكلية وموسيقى ظاهرة تشكيلية للموسيقى الظاهرة شكلية مظهران هما المظهر الأول الوحدة الإيقاعية وهي الأوزان العرضية وهي التفعيلة المميزة للبحر مثل فعول أو متفاعل وكل تفعيلة هي متوالية من الأحرف الساكنة والمتحركة في تتابع وفق نسق معين ومن المظهر الأول أيضا عزيزي الطالب البيت الشعري وهو متوالية من التفعيلات في تتابع وتكرار على مسافات زمنية متساوية لتحقق الإيقاع الموسيقية المميزة للبحر المظهر الثاني التقفية وهي التزام الشاعر حرفا أو عدة أحرف في نهاية البيت الشعري للموسيقى عزيزي الطالب للموسيقى الظاهرة وظائف كثيرة نذكر أهم هذه الوظائف أولا تحقيق المخالفة للنمط المعتاد من الكلام ثانيا إقناع المتلقي بأن الشاعر يتمتع بموهبة غير عادية ليست متاحة للكثيرين ثالثا توفير قوالب موسيقية مختلفة قادرة على التجاوب مع الحالات الشعورية والتجارب الشعرية المتنوعة إذن من وظائف الموسيقى الظاهرة ثلاثة نقاط أو ثلاثة وظائف مهمة لدينا أيضا سؤال يقول وضح المقصود بالموسيقى الظاهرة التشكيلية الآن سننتقل إلى الموسيقى الظاهرة التشكيلية وهي من اسمها عزيزي الطالب يقوم الشاعر بتشكيلها تبعا لقدراته ومستوى تتمثل فيما ندركه من طبيعة السمات والخصائص الصوتية للحروف والكلمات في تتابعها على مستوى البيت الشعري وعلى مستوى مجمل القصيدة وفي ملاءمتها للمعنى المراد توصيله وللتجربة التي يراد إبلاغها والتعبير عنها لماذا سميت عزيزي الطالب الموسيقى بالتشكيلية تظهر الموسيقى التشكيلية موهبة الشاعر وتميزه عن غيره من الشعراء وتتمثل هذه الموسيقى في الخصائص الصوتية للحروف والقدرة على اختيار الكلمات والتراكيب واستحضار التراث الشعري عند صياغته فهو ليس خاضعا للشكل ولكنه تشكيل يستثمر إمكانات اللغة وطاقتها التعبيرية كقول الشاعر الشابي واطرقت أصغي لقصف الرعود وعسف الرياح ووقع المطر فيما تتمثل الموسيقى الخفية عزيزي الطالب تتمثل الموسيقى الخفية الداخلية فيه المحسنات البديعية المعنوية من طباق ومقابلة ومن سرعة الانتقال من فكرة إلى أخرى أيضا تتمثل الموسيقى الخفية الداخلية فيه التراكيب النحوية كالإضافة والنعتي والتقديم والتأخير والحثف والذكر لدينا عزيزي الطالب تدريب يقول احكم بالصواب أو الخطأ على العبارات التالية السؤال الأول يقول أو الجملة الأولى تقول تتوقف جودة الشعر على استثمار الشاعر لألفاظ اللغة وطاقتها التعبيرية الإجابة أحسنت عزيزي الطالب الإجابة صحيحة أما الجملة الثانية فتقول التشكيل اللغوي يسر مهمة الشاعر ويزيد متعة المتلقي لاحظ عزيزي الطالب هل التشكيل اللغوي كان سهلا على الشاعر المبدع كما قلنا مسبقا بطبيعة الحال كان فيه شيء من الصعوبة إذن الإجابة خاطئة الجملة الثالثة تقول إخضاع اللغة من ملكية عامة إلى ملكية خاصة من سمات اللغة الشعرية إذن هنا الإجابة صحيحة الجملة الرابعة تقول الشاعر الحق هو رسام ومصور وموسيقي على طريقته ووسائله الخاصة والإجابة أيضا صحيحة التدريب الثاني عزيزي الطالب يتضمن إكمال الفراغات التالية بما هو مناسب لو قلنا تنقسم الموسيقى الظاهرة إلى موسيقى بارك الله فيك موسيقى شكلية وأخرى تشكيلية تتمثل الموسيقى الشكلية فيه الوزن العروضي وهو الإقاع وفي القافية أيضا بينما تتمثل الموسيقى التشكيلية فيه أحسنت الخصائص الصوتية للحروف وقدرة الشاعر على اختيار الكلمات والتراكيب وتتمثل الموسيقى الخفية الداخلية فيه شيء من المحسنات البديعية والتراكيب النحوية ولدينا عزيزي الطالب تدريب آخر يحمل فكرة أخرى يقول التدريب عزيزي الطالب صنف الأبيات في كل من المشهد السكوني والمشهد الحركي والمشهد السينمائي طبعا تبعا للأبيات الموجودة البيت الأول يقول وفرسال إذ باتوا وبتنا أعادية على السهل لدى يرقبون ونرقبوا كأن أسود رابضات كأنهم قطيع بأقصى السهل حيران مذئبوا هذا البيت عزيزي الطالب أي مشهد من هذه المشاهد يندرج تحته أحسنت عزيزي الطالب هذا البيت يحمل أو ينتمي إلى المشهد السينمائي بينما البيت الثاني مكر مفر مقبل مدبر معا كجل مود صخر حطه السيل من علي إذن هذا البيت يحمل العديد من الألفاظ التي تدل على الحركة الإقبال والإدبار والكثير من هذه الحركات لذلك فهو ينتمي إلى المشهد الحركي أما البيت الأخير إذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها فهذا يندرج تحت المشهد السكوني ما زلنا أعزائي الطلبة في تقديم المزيد من التدريبات المفيدة التدريب يقول علل ما يأتي الشعر فن الصعوبة والمتعة معا كيف يكون هذا عزيزي الطالب بينا أن الشاعر المبدع يجد صعوبة في بناء القصيدة أو بناء الشعر لعدة أمور منها نقول إن الشعر فن الصعوبة للشاعر حيث تكمن الصعوبة في قدرته على إخضاع اللغة ذات الملكية العامة لملكيته الخاصة وجعلها قادرة على حمل تجربته المتفردة بينما المتعة تكمن أو تتمثل لدى المتلقي الذي يستمتع بما يقدمه الشاعر من إبداع إذن الصعوبة عزيزي الطالب تكون لدى الشاعر والمتعة نجدها لدى المتلقي التدريب التالي هو أجب عما يأتي إذا كانت مادة الإبداع للنحات هي الحجر ومادة الرسام هي الفرشات والألوان والصور فما مادة الإبداع عند الشاعر؟ وضح ما تقول نحن اتفقنا أعزائي الطلبة بأن مادة الإبداع عند الشاعر هي اللغة فتكون الإجابة كالتالي تمثل اللغة مادة الإبداع لدى الشاعر القادر على أن يقدم لنا من خلال استخدامه لهذه اللغة روائع الصور على اختلاف أنواعها عن طريق التشبيه والاستعارة والكناية وكذا المحسنات البديعية لينقل إلى المتلقي بالكلمات ألوانا من مشاهد حافلة بالتفصيلات الدقيقة المعجبة وإلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم والتي كانت تدور حول ثن من فنون البلاغة وهو فن الشعري وفي هذه الحلقة عزيزي الطالب تعرفنا على مادة فن الشعر وأيضا تعرفنا على إمكانات هذا الفن وعلى مشاهده وصوره وإلى لقاء آخر عزائي الطلبة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة